السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنقولي يا رب تكونوا بخير معكم إسراء هشام فرقة الرابعة وهنشرح النهاردة التصريع الأول في موديول اللوك وموطر لا 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 مش الماسكلو اللوك وموطر كل سنة طيبين ومناسبة رمضان لو هتسمعوني في رمضان اشك أن شخصي سوف يسمعوني في رمضان وكل سنة طيبين لو هنسمعوني بعد العيد معنا النهاردة تتوريا البسيط وللطيف ليس لطيفة كمية كمية تخيل كده ممكن نتكلم عن إنه ونحن معنا ميديول الليكومودور الليكومودور اللي هو الحركة فهنا هتكلم عن أمراض ممكن تصيب الحركة ممكن تقلل حركتي ممكن ناخد ايه؟ هاخد النهاردة في التتوريا الناس هاخد البون والجوينت انفكشن يعني الحاجات اللي بتصيب العظم طبع الحركة فتمام جدا هاخد الجوينت ده ده اساس الحركة اصلا الجوينت لو ما فيه جوينت ما فيش حركة تمام هاخد النهاردة الامراض اللي بتصيب البونو الجوينت تمام يلا بينا نشوف هناخد ايه في التثورية للأول قبل ما نبدأ اكيد مش هننسى زماننا اللي سبقونا بالرحمة ربنا يرحمهم ويخبرهم ويجع المقوههم الجنة يا رب ويصبر اهليهم وزويهم ويرحمنا اذا محسرنا الى ما يساروا اليه التاني حاجة طبعا مش هنسى اخواتنا في غزة وفلسطين يا رب يا رب ينصرهم ويصبت اقدامهم يا رب وينصرهم على القوم الكافرين ويا رب ينتقم من القوم الكافرين دول انتقام عزيز متجبت ويا رب يفرحنا او هما صرحة احق ان ربنا يفرحهم بنصره يا رب عاجلا غير عاجلا يا رب وما انساش برضو ندعى البعض احنا في العشر الاواثل من رمضان ادعوا نفسكم وادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي كثيرا معالش بقى هناخدها انا اخوة هستغل لكم ويا بنا هنشوف ناخد ايه بقى في التوتوريا الاول يلا بنا بصوا وما قاله هو المقاله معي التوتوريا اللي يلبونه الجينت انفكشن يا اخوة اللي يلبونه الجينت انفكشن وخدت الاتيسيود وكتتا اذا كرأ البيدي اف اللي نزل لكم مين دول يا اخوة انو مهم؟ والله يسهل ان يفعوش اي حاجة والموضوع بسيط جدا فواحدة واحدة معي والدنيا هتمشي ابسط ما يكون فى يلا بسم الله طيب الابجيكت حاجات كده الكليشيه اللي هو هناخد ايه في المحاضرة النهاردة اول حاجة هاخد المايوسايتوما وهي اخد الكوز اوفي المادورة فوت بالوقتي هنعرف ان المايوسايتوما والمادورة فوت هما اتنين نفس الحاجة عشان كده وهياخد الايومايوسايتوما والاكتينومايوسايتوما هاخد اللاب ديجنوز والتريتمنت بتاع الحاجات هاخد ايه هالكوز هاعمل لاب ديجنوز للاستفال كوكاس انفكشن طبعا لغارة ماد احنا دلوقتي بنتكلم فى لغارة ماد بس لو ما طلعتش بعد التوتوريال ده فكت اللغارة مادة هنزعم من بعض انا اقول لك اول ده امتو اول ما تسمعوا لغارة مادة اقفل على طول بس لا اثبت ما كده هتتحارق من دلوقتي هنسمعه وبإذن الله كله هيمشي زى السكينة فى الحلاوة ده كده كده يلا باسم الله هنحكي قصة بسيطة عشان نعرف اول مرض عندنا كان يا مكان يا سعد يا اكرام لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليها افضل الصلاة والسلام اذكروا النبي وصلوا عليها ودعولي كان يا مكان كان فيه ولد اسمه عادل عادل ده كان عايش في ريف السودان اسمعنا السودان هتعرف دلوقتي هتعرف دلوقتي الاسطدقية كل حاجة ما اتقالش كل حاجة متخطط لها اخد بالك المهم عادل ده كان ماشي عادي ماشي فى الارض فى كان ماشي فى الارض فعادل ده فا هلأ اوريكو عادل عادل ده كان ماشي حافي فاتعور بديه جدا واحد ماشي حافي فى ارض مثلا اي حاجة جات فى رجله تعور ف فرجله ساعتها اتعورت جابت دم مهتمش انتو عارفين انتو عارفين انتو في الريف الدنيا انتو لم يتعورت فى عجري فى الدكتور فى غسله فى دم تبقى يبقى خلو برجه هى ناس كده اي ابقى احسن وعاه هى احسن من كده انتو عاوي احسن به كده فى الاغلب دلوقتي انتو عادي عادي العمل كده فما تعور فقلاص الى التعور دخل في رجله حتة الخشبة فدخلت في رجله اه shop بعد فترة جاء عادل قاعد رجله واجعته هو حاسس ان رجله لا توجعش المرض لم يوجد يعني هو محسش بحاجة هو بيبس لقا رجله ورمت وكان قاعد بيبس في رجله كده في ورم في حاجة غريبة المهم ماهتمش سلبها بعدها فترة لقا رجله اتعورت وبتجيب دم وبتجيب حاجات كده بتطلع حاجات صمرة من رجله حاجات يعني نقول ايه حبيبات كده صمرة من رجله عادين حبة البركة زي حبة البركة بس مختلفة طبعا اصغر من كده فايه ده يطر ايه ده يطر ايه اللي عنده خالي وايه اللي بيخلي هو طبعا مهتمش ولا حط في دماغه الوقت انا تعورت دي تعويرة خلاص يعني ده دي تعويرة مش هروح بقا لدكتور بقا واكشف عشان تعويرة فتخيلوا تعويرة قلبت معي ان هو رجله ورمت اول حاجة تبقى تعالوا نرتب الافكار ان هو تعور فرجله ورمت فبعدين بعدها لقى رجله تعورت وبتطلع زي حاجات زي حاجات مية بيضة كده بس تقيلة شوية مش مش بيضة صفرة وتقيلة شوية تمام وبتطلع حاجات كده عملة حبيبات سودة اللي هو زي حبة البركة كده يطر ايه ممكن يكون ايه عند حد تعاويرة اللي توصل حد لكده طبعا اخلت اعادة عادة اعادة اعادة وطبعا ودوني للدكتور فالدكتور تعالوا نشوف ده كله عادل جاركو بعد اللي حصل له لو سمحت انت دكتور دلوقتي تتنى أولى واخد ميديو الليكوموتر فحلل لنا اللي حصل اتفضل بقى يا دكتور حلل لنا اللي حصل فيلا بسم الله نشوف ايه الاصابة اللي حصلت العادل ويلا نحلل بقى دلوقتي دكتور باخد ميديو المسكول اخد ميديو الليكوموتور انا جابت جلد بسم الله المرد الذى اهلك محترر إليت و متvetter نحن نفيت شكله بالطبع فاناللز رجل ورمت لكنه طبيعي وмент black اه بتاع ده الهو المستفر شوية ويتقيل وبعدين اه تطلح وبيباتسو هو طبيعي اصلا ان هو تطلح وبيباتسو ده يعني ده طبيعي ان رجل ينسان تطلح حاجات شبه حافة البركة كده مش طبيعي جيء خالص في الله بينا نعرف ايه هي المويسايتومة او الفانجال تيومر بسم الله نقرأ الكيس دلوقتي ولا نقرأها في الاخرى نقرأها بسرعة كده ونطلع الحاجات اللي ممكن تكون ظهرت على عادة اول حاجة بيقول لك اه اربعين سنة راجل اربعين سنة جي للمستشفى بيشتك ان هو عنده بيلس ايه ده زي عادل رجل ما كاتشبتو جاو ايوه بيلس فعلا سبكتين واسن ديول يعني ايه انا حاسس ان انا مش فاها عديها في اللفتلج او طب ما عادل برضو كان رجله وجعي طب ما تمام اه بعدين بيقول لك ان ديول هاف مالتبل اوبننج يعني مفتوح اه تمام ما عادل برضو رجله تعورت وطلعت حاجات زي ايه زي عادل ب Respect واجبب فائلا ايه ده كده ايه ده ايه ده ايه ده Soci compañ sideways ايه ده ايه ده ايه ده احنا شكلنا alten عادل بالظبط وكل ناس مش حافية اليوم he was exposed to trauma to his left leg تقريبا نفس الذي حصل العادل اولا بينا نعرف ايه هي الميشتك وبالمناسبة سريع ناشا دي على فكرة اخف حاجة في ممازل وحشة جدا للمرض ده ربنا يعافينا يا ربي ويعفو عن اي حدنا عنده المرض فيلا بنا نعرف ايه هو المرض اول حاجة بيقولك المايسايتومة ايه هي المايسايتومة يا اسراء؟ بيقولك يا سيدي ان هي عبارة عن سبكتينوس خلنا ناخدها كلمة كلمة اول حاجة كرونيك كرونيك يعني ايه؟ يعني اكتر من ستة شهور تمام ادي اول حاجة طب يعني ايه سبكتينوس سبكتينوس تحتين يعني ده تحت الجلب اعرف اللي هما الناس اللي عندهم دايبيتوس بيخدرن اليها حون الانسولين ثمام؟ طب conviction ايه ده من داتوم؟ وانتعور فدخلوا الانفكشن على طول فتمنى هذا الوقت صبكتين وسط انفكشن طب بايه بقى ايه هو الحاجة اللي دخلت عملت كده بيقولك يا سيدي سيفيرال سبروفيتك سبيتش 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 اف الفانجاي يعني ايه؟ احنا عندنا الوع مختلف احنا عند الفانجاي طبعا انت عارفين ان فيه فانجاي وبكتيريا وفيروس بس المرض ده بيعمله حاجتين اتنين يا اما فانجاي يا اما بكتيريا ايه هو نوع الفانجاي اللي بيعمل كده؟ عندنا ايه؟ تمام عندنا بقى الفانجاي اللي هو سبروفيتك سبيتش اف الفانجاي ايه سبروفيتك؟ فاكرين ان الكأنزة المحللة عارفين انها هي الحاجات المحللة نوع منها الفانجاي دي نوع منها وهناخد دلوقتي اسم الفانجاي تمام؟ او اكتينوماي سايتس بكتيريا ايه يا رب الاسماء اللي تردي في داهية دي عديها سنحفظها دلوقتي هيها دتكرر كتير فهنحفظها زاد ار نورمالي فاند في السويل ايه ده يعني هم كانت موجودة في التربة؟ طب ما نرجع بذكرتنا كده هو تعور كان ماشي حافي فجات له من الارض فده مظبوط جدا فدلوقتي الحد دلوقتي التعريف ماشي مع العياد اللي قاله فالديفنيشن بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كورونيك تمام كورونيك قعد من اكتر من 6 شهور سبكتينواس انفكشن كورونيك سبكتينواس انفكشن تحت الجلد انديوز دو باي ايه؟ كورونيك سبكتينو اسفكتينوaros انفكشن سبكتينواس انفكشن او غير اياته فاندى موغاريه عايز ستكبر تمامك من الكلام ده كله ممكن نقول Dank سبكتينواس انفكشن اللي هي نورمالي موجودة في السويل نورمالي موجودة في السويل ادي او سؤال الممكن ان ابدوا ما هي التعريف الميوسايتومي بعدين بيقولك بقى ان الدولة الاستوائية اللي هي الدولة الاستوائية اللي بيمر فيها خط الاستواء فكنين احنا قلنا ايه؟ اما كنا بنتكلم عن عادل كان موجود في ريف السودان السودان دي عبارة عن دولة استوائية بيمر فيها خط الاستواء صح؟ ولا مش بيمر فيها؟ والله احنا جغرافي على قد نحنا اصلا نعلم علوم مش عالمرياضة صح؟ مضبوط المهم ماجب معانا انjie ziziz هو مشهور في التروب والة ج sonst تكون موجودا في السودان زي ما قلنا انها كانت موجودة في السودان كومون في الفود كلمني ان ل toothpaste فقد اصدرت على البيان اسمها مادورة فود مهذا هو مدورة للنيذي؟ جوجل قال اتجربة في اندونيسيا و لماذا اسمها مادورة في فود؟ كانت منتشرة في الهند ماهذا هو مشهور دي ouvها؟ الله قل Jordan سنعديها اسمك مادورة فوت على دماغي المهم انها وصل لتشخيص في الاخر سيبك كلها مسميات يبقى المادورة سيتومة انها عبارة عن خاصة بخاصة 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 لفنجاي او بكتريا اللي هي موجودة اصلا في السيط ممكن تقول لك انها موجودة في نركز عليها عادل جهة واشهر حاني انها موجودة في الليج او الفوت عموما اسمها مادورة فوت تمام جدا ايه اسمه ايه؟ حتى كده بارا ايه اسمه ايه؟ مادورة فوت او مادورة اسماء كتير وهنطلق بفكتة ما تلقبطوش سهلة جدا ايه اسمها مادورة فوت ايه اسمها مادورة فوت ايه رأيكم نسمي الوراء بدل العادل نسميها مادورة عشان تبقى سهلة يبقى اسمها مادورة فوت تمام؟ او اسمها مادورة مايكوزس تمام جدا؟ تمام؟ الدنيا سهلة لحد الوقت وبسيطة تمام؟ طيب ايه هي بقى السيطة في الترومة؟ انا قلت يعني بديه جدا انت ماشي اتعورت يبقى الحتة اللي بتعور فيها اول حقم يعني تخيلوا السيطة بتاع الترومة هي السيطة في الترومة ان انا بتعور فيها يا جماعة سهلة الحاجات اللي هي متعرضة على طول ان انا اتعور فيها والاكسبوجر تدكين جوند ايه دكين جوند؟ انتو عارفين الخشب اللي هو انت مثلا تحركت فدخل في ايه دا السيور؟ عارفينو؟ عارفينو؟ مش عارفينو؟ خلو اعدي؟ عادل او زي ما قلنا عن غير اسمه خليه عادل 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 مش كان ماشي ودخل في رجله حتة خشبة ما هو ده بالضبط اللي حصله فاول حاجة انهي موجودة في السيطة في الماينور ترومة والاكسبوجر انهي بقى الفوت او الليج تخيل بنسبة 75% 75% في الفوت او الليج تمام؟ او في الابر باك في ظهره من فوق تمام؟ اللي هو مثلا ماشي ولو شجره مثلا عواريته او كده فانا كده اخدت الديزيز احنا قلنا خلينا نشيل دي عشان نتبان مش بينا تمام؟ مادورة فوت او مادورة ميكوزيس مادورة فوت او مادورة ميكوزيس إصلاح مادورة ميكوزيس مادورة ميكوزيس والاكسبوجر تديكينجور تمام؟ ماهو الديو pote والليج من نسبة 75% ماهو الهو الكلينيجال ترى؟ ماهو اللي يظهر ماهو اللي يشتكى منه؟ ماهو توميفاكشن توميفاكشن؟ ماذا في الورط كيف سولينج 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 بخالص ماذا هو الورام؟ عادي لما بصت في رجله لا هو أبين حاجة عادي لما بصت في رجله كده لقها ورمة هي دي بالضبط التوميفكشن ايه دي التوميفكشن؟ ما نقول سويلنجة من الأول ما عليش هم هم قالين كده لازم نقول لهم قالينه يبقى اول حاجة توميفكشن ثاني حاجة دخلنا بقى في حوارات بقى ايه درينينج ساينس؟ التعويرة مش فاكر لما حصل له فاكر لما متعور وفتال رجله طلعت بتاع ده اللي هو زي سائل أصفر وتقيل شوية دي اللي هي درينينج ساينس مش هي درينينج ساينس درينينج ساينس اللي هي التعويره حصل مكان كده التعويره ففتحت وطلع دي ستشورج لونه قصر تمام؟ يبقى اول حاجة توميفكشن ثاني حاجة درينينج ساينس ثالث حاجة اكسترودد جرينز يبقى الحبيبات ان احنا نفسه قلنا انه بيطلع حبيبات اللي هي ايه؟ ان احنا قلنا عليها حبة البركة لو باكر ده باستداغني وبينكم يبقى اول حاجة توميفكشن في الكلينيكال تروياد ادي توميفكشن ادي قدامكم توميفكشن بعد كده عندك الدرينينج ساينس والدرينينج ساينس ده طلع منها اكسترودد جرانيولز يبقى ديزيز اسمه مادرافوت او مادرافوت او مادرافوت السياسوفتروما عندي الفوتو الليك دي اكتر حاجة بنسبة خمسة سارين في المية وبتظهر في الابربيت طيب عندي كلينيكال تروياد لا مريد توميفكشن انتظروا على توميفكشن نتقلق قليل سويلينج بين نسبة خدفل توميو بينكم لو كان كل من غير حقيق نزع من بعض الحمدله مايك نيوز اول حاجة توميفكشن توميفكشن بالتوميو بينكم بعد ذلك عندي Drain Sinus السينس اللي هي الفتحة اللي يطلعني منها التالت حاجة اللي هي Extruded Greens اللي هي الحبيبات السوداء اللي هي حبت البركة باستغني وينج بعد ذلك هنتكلم في حاجة تانية ايه هو 4S Nudular swelling which contain Sinus لماذا انت تدخلنا في أخبارات ما احنا لسه قالين وعرفنا التومفاكشن نحن نسألين بيننا وبينبعد clinical triad قلنا نقول في التومفاكشن بس تكاركترايز بايه؟ قلتلكون انها 4S اول حاجة S عندي انها Swilling اوكي انا نسألنا انها تماما وانا عارف ودكتور وزالفل يبقى اول حاجة عندي Swilling وبينكوثين كده بيقولك انها بلس ما انا عارف طب ما هو عادل قالي انها بلس يعني مش حاجة جديدة يبقى اول حاجة Swilling اللي هي بالس التي تكون سينس طب ما نعرف انها فيها ايه؟ انها فيها سينس اوبنيج لسه راجعين كده؟ دي تاني حاجة من clinical triad انت ما قلتش لحد دلوقتي انها مقلتش حاجة جديدة يعني لسه منقول بلس اول حاجة جيبه Swilling وبيلس وكنتين سينس ما له السينس ده بقى يا سيدي السينس بيقولك انه بيفتح على سطح الجلد ويطلع عليه بقى ميوكوباس اللي هو بيتكون من ميوكاس هذا البس اللي هو استنوا هاجبها لكم الخراج الخراج الابسس عارفين بقى هو بيطلع منه البس اللي هو لونه اصفر اللي انا كنتم اقول لكم عليه وميوكاس عشان يبقى تقيل شوية ميوكاس عشان يبقى تقيل فهو لونه اصفر عشان هو بس وثقيل عشان هو ميوكاس فهو بيجمع بين حاجتين ميوكوباس ميوكوباس تمام؟ اللي هو سابيوريتف ديسد شورج يبقى دي ثالت اس يبقى انا اول اسنا عندي انها سويننج ثاني حاجة انها ساينس وفيها سابيوريتف ديسد شورج تمام جدا بيقولك بقى ان الميوكوباس اللي بيطلع ده فيه جرانيولز طب ما انا عالف خليت معي ايه هو بقى الجرانيولز بيقولك بقى ان هو الورجانزم ده بيتجمع مع بعض وبيخرجلي بصورة الجرانيولز ده انت متخيل انت متخيل بيبقى شكل عامل ازاي يعني الورجانزم من كتر ما هو موجود ده بيتجمع على بعضه بيعمل لي مستعمرة كده وبيخرج بلا بصورة حبة البرج انت متخيل كتير قد ايه؟ بيبقى اسمها ايه؟ سالفر جرانيولز ده رابع اس تمام جدا اول حاجة المرض ده بيتكون ممكن تطلع لفوق اول حاجة المرض ده بيتكون رابع اس انه يحتوي على سالفر جرانيولز سالفر جرانيولز فكده الدنيا سهلة لحد الوقت ما فيش حاجة جديد لو بصينا هنا ادي لسويلنج ادي جاي بسويلنج دي مش مفتوحة مفاشرة لو بصينا هنا بقى معلشة على المنظر البشع سوري فيه اوبن بقى عن السكن وبتطلع دي شكلها اس و دي دي بتطلع اللي هو السلفر جرانيولز يبقى انا عندي اربعة اس فيها سويلنج ساينيس سابيريتف ديستشارج وسلفر جرانيولز تمام؟ تمام جدا هنا بيقول لك البكتيريا البكتيريا بتخش من هنا هو المفروض يتعور الاول ديوتو تروما او ثورن اوود سبلينتر اللي هي ستيوريا فهو اتعور دخله الكوزوتيف ايجنت اللي هنا وبعدين بعد ما اتعور حصل السويلنج احنا قلنا اول حاجة حصلت العادل ان هو حصل له سويلنج وبعدين بعد السويلنج ده حصل له سينوس تيوميفاكشن بعد كده عندي واخيات حاجة اكستروديد جرانيولز الاكستروديد جرانيولز او نقول ان السينوس بتطلع لي بص ميوك وبص ديستشارج اللي هو سابيريتف ديستشارج اللي هي ثالث اس ثالث حاجة سابيريتف ديستشارج وبعدين عندنا سيلفر جرانيولز هتقولي الاروان مختلفة هقولك على حسب نوع الكائن او الارجانزم اللي دخلوا عمل المرض عندنا قلت انها ممكن تكون سيبروفيتيتك فانجاي او ممكن تكون اكتين hectيون ومعي بكتيريا فهي بتختلف لون الغرانيول اللي يطلع ده بيختلف على نوع الفانجاي او البكتيريا اللي دخلت وطبعا انا مش عندي بكتيريا واحدة او فانجاي واحدة اذا انضيف اذا كنتا يمكن ان على فانجاي بس ذكر كده نعم البكتيريا فاااا نحنا بكلم عن كوزة الأورجريزم امام كان من جنوة الموقعة قد بدأت معينين ف mikäل хотите أن الص synthetic organism ـculpm يا إما بكترية عند فنجاي بدلا شخص فنجاي وبعدما الأن أستمت المرضك ماء السيتم كان صعبوة ماء والتطالق ليسדי طبق من الع left ولا أستمونه لم تخصف بيدside أو قوة الجن experimental أيوماي جاء فنجس الـ أي يبقى الـ a إخرى أنه héوماي سيطومة للفنجس اي هاي توبريت member إخرال هذه المجربة نحنن نحصلس على المزيدة أولي هي فنجس الاوماي سيطومة E معدنا من فنجس furamintus fungus النوعين بالتي حارة فنجس مادرله مايو مادوريلا مايو جدي lol مادرله مايو سايتو وقيassung يجب ان تكون من دوريلا مايسيتوماتوزيس او مايوسيتوازيس anov отправك بم دوريلا مايسيتوازيس في تعمل ايه مدوريلا مايسيتو ماتوازيس يجنعيه اللي لا افضل اكل ايه مدوريلا مايسيتو ماتوازيس سهلا سهلا جدا تري أيها التنسي كما قلنا طبعا ايه تقيل art وأن ارك Heritage وقالنا قبل كده انها السابروفيتك يبقى دلوقتي عرفت انها مايسايتوما فانجس فلامينتاس فانجاي واسمها ايه؟ الاسم بتاع البكتيريا ذات نفسها اسمها مادوريلا مايسايتوماتس مادوريلا مايسايتوماتس مايساه لايو زي الفول في ايه؟ بعدين بقى عندي الاكتينو مايسايتوما اكتينو ليه قلنا اكتينو مايسايتوما ما عرفش هم اللي كتبوها انت جاءت تسألنا ما تسأل بتوع المايكرو ا fliganız ايه؟ ايه؟ تغريب جدا هنعديها بص حاجة سهلة الاكتين بروتينج بكتيريا ايها؟ سهلة واكة الاكتين عبارة عن بروتينج بسهلة بإذن الله. تمام. وزي ما قلت لكم اللي هي Flamentus Bacteria مش اي نوع بكتيريا. لا. الفلامنتس بكتيريا. تمام. زي اي بقى? زي الاكتينوميوسيت. طيب ما نسه اي. تمام. زي اي? الانواع بقى? عندك بقى سيدي. ستريبتومايسز. ثلاثة انواع. ستريبتومايسز. ونوع كارديا بالحريزياء. بالبرازيليانز. برازيليانزز. هننام هنزل يراكمPE. Josh ho. يبقى ستريبتومايسز. ستريبتومايسز. اا مادوريا. ستريبتومايسز مادوريا. سترucheمايسز مادوريا. وهي سوماليانز ولسا. ستريبتومايسز مادوريا. وستريبتومايسز مادوريا وستريبتو vela. يبقى عندي اول حاجه مادوريا balanceds with bij statistically. اخر حاجه اللي فقط مطلع له اصلا بالموضوع. نو كارديا برازيليانس نو كارديا برازيليانس ليه؟ تخيل كده ليه البرازيل مش البرازيل تقريباً بيقول في خط الاستواء تقريباً يبقى تروبيتان صح؟ تمام جداً المدرسة اللي الله مفهوش حيني طب نسكم الكلام ده ازاي؟ مادي وثوما وبيلي مادي بقى اللي هو مين؟ اللي هو ستريب اول حده احنا عندي ثلاثة ستريب يبقى عندي ستريبتومايسيز مادي اللي هو مادوري مادوري وستريبتومايسيز سومالنسس سومالنسس وستربتومايسيز الفيلمنتس فانجس زي المادوريلة مايوسيتوما إذا مادوريلا مايوسيتوما والأكتينومايوسيتوما زي الفيلمنتس بكتيريا زي الأكتينومايوسيت عندي ستريبت ثلاثة وفيه لما عندهمش قاله في الكريدي التلاتة اللي هو مادوري و مادوري و سومالنسس و بليتاري تمام تمام طيب أفرق بينهم ازاي؟ هنا جالي واحد اللي هو عادل مسلا أجلت دعاً وهذا فإن أقعنا نحن فرق إيه مايسيتومة و أكتينومايسيتومة بص لقد قلتنا أنهي بروتين بكتريا بروتين سريع ووحش وخطير لكن الأكتينوماي سيتومة بروتين سريع ووحش وخطير سريع بقى؟ أول حاجة عندي سريع يعني رابط بروغريسف سهلا رابط بروغريسف يعني يتطور بسرعة يعني بياخد وقت قليل انه يبوز وبالثانية أتحول نظام لأسفل الجرس يتحول أنه حاجة جديدة يدخل على المؤمن سأقول هيا برة لم ينقوم بمحافظة سأقول لأسفل أمكن أن تقوم بمحافظة إلى المؤمن أصبح يتحول على المؤمن لأسفل أنه يتحول على المؤمن تقوم بمحافظة لأسفل ثانيا ويوصل إلى جوينت ويوصل إلى البون ويعمل نصائب أنا أقول لأولاد إنه هو تيومر يعني لا يقول هم يقولون إنه هو اسمه تيومر يعني الاكتينو ماي سايتس ده خطير فربنا يعافينا ويعفو عنا طول ما إحنا بناخد أي أمراض نقول ربنا يعافينا ويعافو عن الناس ويعافو عن الناس اللي عنده من حياة دي يعني برضو ندعي الناس المرضى ربنا يعافو عن كل مريض ويشفي كل مريض وينسر أهلي غزة فلسطين ويفرح قلب أسرق ويعادوها في النص الآن يبقى لكتينو ماي سايتس قلنا أول حاجة إنه هو سريع عاد خطي والله ما كده والله ما كده معلش سريع ووحش وإيه وخطير أول حاجة لكتينو ماي سايتس إنه هو رابط بروغرس إنه ما بيخدش وقت إنه هو يوصل للموصل والبثائق للموصل والبون إنه ما بقى لكتينو ماي سايتومة اللي هو الفونغس سلولي بروغرسيف بياخد وقت قدية بياخد وقت من ثلاث شهور لثلاثين سنة إنه ما تخيل مرض دي قعد ثلاثين سنة ما بقولك إنه هو كرونيك فممكن دي ياخد ياخد من ثلاث شهور لثلاثين سنة يبقى أول حاجة أكتينو ماي سايتس سريع ووحش طيب وحش ليه بيقولك سيدي إنه هو الديفايند انتو عارفين إنه نديول اللي هي اللي هي الحباية هي ظهرت سويلنج صح وبعدين ساينس فالنيديول اللي هيظهر بيبقى الديفايند يعني أنا مش عارف أحدده كده بدايرة كده إنما ده أعرف أحدده بدايرة وحواليه كابسولة إنما ده الديفايند يعني ممكن يعمل كده 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 يعني مش عارف أحدده يبقى لا لا سوري 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 الحمد لله أول حاجة إنه هو خلينا نكتب القلم ده عشان الكلام يروفش أول حاجة إنه عندي سريع ووحش وخطير صف خطير أول حاجة إحنا قلنا سريع إنها عربة بروجرس والتانية سلولي بروجرس طبيعي جدا إنها تبقى العكس خلينا نشيل ده بقى خلاص ثاني حاجة إنه بيبقى الديفايند اللي هو بيبقى شكل وحش من أقول شكل وحش إنما ده بيبقى دايرة كدا شكل حلو دايرة ووالدي ماركيتد وعليها يكابسول إنما ده بيبقى الديفايند حاجة مش كويسة نان كابسوليتد طبيعي ومور دستركتب من ألسا قايلة إنه الاكتينوميسايت مش كويس يعني إيه مور دستركتب إنه ممكن يوصل للمسل ممكن ليه وصل ممكن يوصل لجويند ويعمل حاجات مش كويسة تيومر إحنا كنا اسمه فانجل تيومر إيه دا؟ إيه دا؟ دا فانجل تيومر طب إحنا عمنا نقول هنا ليه؟ طب ما ده أكتين ميسايت دي بكتيريا البكتيريا خطيرة الفانجل أوكي خطير البكتيريا أخطر تمام؟ ما أنا قلت إنها سريعة مور دستركتب بتخش تدمر خطيرة هو اسمه فانجل تيومر دا اسم وبردو الفانجل برضو إحنا برضو ما نستهوينش بالفانجل الفانجل خطير بس البكتيريا سريع يعني فيه حاجة خطيرة ودخلت للجسم بس ممكن تعود لك مساء أنا لسه قيلة من ثلاث شهر لثلاثين سنة ممكن يوضي لثلاثين سنة إنها البكتيريا سريعة ما عنديش وقت أنا لازم عالج على طول عشان تخف صح؟ تمام جدا فهي يبقى سريح ناخد نقطة طويل جدا فهنسرع شوية بعد كده خطير في إيه بقى يا سيدي إنه عنده مالتبل سينس يعني مش واحدة اثنين لأ كذا منشان قلت إنه يتعور وبعدين يطلع دي ستشارجي منها فالسينس دي هتبقى كذا واحدة مالتبل سينس إنما هنا بتبقى فيو سينس فيو دي اللي هي بتبقى عدد بسيط لو هي ثلاثة أربعة كده ما تبقى حاجة بسيط إنما دي مالتبل ما تعدش يا رايس تمام؟ بعد كده مرضو خطير في إيه؟ إنه هي طب ما أنا لست عمالة بهاتي من الصبح إنها إنها بتوصل للبون وبتوصل للجينت وبتباوز يبقى الأكتينومايسيت و الإيومايسيت إحنا قلنا الأكتينومايسيت إنها برعان بروتين بكتريا سريع ووحش وخطير سريع في إيه؟ سريع إنها بتبقى رابد بروجريسيف وبعدين إلديفاين إلديفايند ونن كابسوليتد مور دستركتب بعد كده عندي مالتبل سينس اللي هي الخطير مالتبل سينس أيرلي بون انفولمنت إنما بقى الإيومايسيت ومالعكس تمام؟ سهلة؟ إن شاء الله نعدي تمام أنا جالي بقى عادل اشتكالي وأنا عرفت الحاجات اللي عليه وعرفت إنه بيجب تيومفاكشن وبيجب ساينس وبيجب ثاني ثالث حاجات ديستشارج وكان حاجة سالفرجلانيوز أنا دلوقتي دكتور وعرفت المرض أنه دلوقتي عادل عنده مي سيتوم أشخص إزاي أو أأكد إزاي ما لازم أعمل دياجنوز؟ طب أعمل دياجنوز بإيه؟ أول حاجة هاخد عينة إزاي بقى هاخد عينة؟ دلوقتي عادل متعور في رجله ويطلع له حاجات اللي هو ديستشارج وكده هاروخ بقى يا سيد تعال بما أخد مسحة من ديستشارج الهين هاروخ أخد مسحة من ديستشارج أول حاجة تعال عادل وريني رجلك بص شفت الرجل في صورة هنا بصتوا كده لو بصتنا الصورة جابني ديول وخد المسحة وتمام كده خدت الليس بيسمين كده عملت أول حاجة يبقى أنا ممتاز جدا دكتور ممتاز اللي خارجة مش نقول تلك اللي جرانيولز دي عبارة عن كولونز أو في الكوزيتف أورجنيزم اللي هي أصلا ديكوزيتف أورجنيزم وطلعه في صورة مستعمرات صح؟ طبعا يبقى لها بص على ايه عمل إجزابينيشن للجرانيولز ده اسمه مكروسكوبك ما أنا ببص بعيني بالنكده ايه يبقى مكروسكوبك بعيني تمام؟ يبقى أول حاجة عمل إجزابينيشن للجرانيولز انه أنا هعمل ايه؟ هاخد عينة من اليوكو بص وحط عليه صلاين على سلايد هاخد عليها صلاين هاخد اللي هو اللي أنا خدتها هاخد عليه ميوكو هاخد علي ايه؟ هاخد علي صلاين سهلة طبعا دي أول حاجة ثاني حاجة عمل إجزابينيشن للجرانيولز عارفين هالعندسة المكبرة هي دي الهندلنس هبص عليها كده بالهندلنس هبص عليها الصيز والشيب والكولر والكونسستنس الصيز صغيرة ولا كبيرة لو فاكر من الجنرل او مش فاكرين عموما ان البكتيريا صغيرة جدا 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 فهي بتبقى small في البكتيريا والارج في الفونجوس دي اول حاجة الصيز هبص عليها الشيب بقى مش عارقة بقى او هو موصف السيب هنا او مش يعني الله اعلم اكيد يعني مش عارف اوصل للتفاصيل دقيقة قوي للبكتيريا بعنان مجردة هنالزم اضطها تحت الميكروسكوب هبص عليها الصيز والشيب والكولر هبص عليها الكلور هلاقيها بقى black في الفونجوس الفونجوس بلاك لونها الكلور وشكلها وحش وتعرف على جنب كده فونجوس بلاك انما بتبقى الكلور ديله يعني لونها اصفر وحمر في البكتيريا هكذا نحن بتبقى حيث الفونجوس هي الكائبة اللى هي اليوم وايسيتومة دي كائبة وبطلع الحبوب السودة فالحبوب السودة هي الاشهر فعشان كده الناس ما بتجي تشتكي من الحبوب السودة ما بتجيش تشتكي من الحبوب سفرة او ايه حبوب سفرة او حمرة ايه فعليتنا هبص عليها الكونسيستنسي او شكلها هعمل ازاي هتمسك عارفين الفرص المقبض الشبه المقص نهايتها تبقى مدببة ونرى الكنسيستانسي جمدة او بتطفاس هبصت على الحاجات دي؟ ما انا ببصت بعيني ما انا لازم اوصل حاجة بعيني فهوصل ايه؟ اوصل نشيل الحاجات دي كلها اوصل للسيز والشي بقول الكلور والكنسيستانسي انا اول حاجة اخدت عينة من الميوكو بس فروم الليزن اللي هو بيطلع بعد كده هبصت بعيني اللي هي النقدوي او الماكروسكوبك ممكن يسألني سؤال بالماكروسكوبك كده بقى من الاجزامنشن الجرانيولز وعند طريق حاجة ايه ان انا اخد عينة احط على سلايد وايه احط عينة من الدوستشارج اللي بيطلع ان اول ميوكو بس واخد عليها سلايد او ان انا هياخد الجرانيولز دي وهبص عليها بالعدسة المكبرة هبص على السايدز لو لقيتها سمول بكتيريا سمول بكتيريا ملونة بكتيريا اللي هي اصفر او احمر بكتيريا انما لو كانت لارج تبقى فانجس او سودة تبقى فانجس وهبص عليها بالكونسستنسة عن طريق تمام؟ واخر حاجة الشي تمام؟ بعد كده بقى يجي دور مين انا كده خلص اخي ده اخدت عينة بصت بعيني هبص بقى هشوف بقى بالمايكروسكوب من عايز اعرف ايه ده حاضر وقت هبص بالله العظيم يا رب هبص بقى بالمايكروسكوب هبص بقى بالمايكروسكوب تمام؟ ما هو المكروسكوب اللي هيوردين التفاصيل الدقيقة اللي انا مش شايفه تمام؟ هبص ازاي بالمايكروسكوب اوزة بتطلع دي ويعني اجي بسليدين كده وفعصهم بيها تمام؟ كراجد يعني عشان اصغرها شوي كراجد بيني دو سلايدز ال اي سمولان مويند افدستال دوتر هحط عليها مياه مقطرة يعني واخد بقى السلايدين انا دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي جبت جرانيول زي تمام؟ وحطتها بين السلايدين واتكت عليه كراجد أضطها وحطيت مقطة مياه هذا المياه ونغير اللون فنعتبر ان المياه الانه يفضر اوكي سنكون هنا ، وسأسقل وضع una سنضخة على الجرام سماح سنضخة جرامستين وحتى على جرامستين سنضخة جرامستين أول حاجة عندنا دعونا نجيب الى جرانيول اللي حطينا عليها مية وخطينا عليها الـ KOH هلاقي فيها ايه؟ اول حاجة لو لقيت فيها سيبرت هاي فاي و كيلاميدو سبورز في الـ KOH هتبقى فانقص ايه بقى يا اسراء السيبرت هاي فاي و ايه الـ KILAMIDOS بورز عشان مش فهم حاجة اولا ايه هو بقى سيبرت هاي فاي مالا لو قدامي جنم كده ما نفح نفح سعلا من حق يتبقى ايه هو بقى سيبرت هاي فاي سيبرت هاي فاي عرف انت غصر الشجرة تبقى حاجة عاملة كده برانشات كده برانشات ايه برانشات اللي هي سيبرت هاي فاي و ايه بس كتير بقى مش حاجة واحدة لا ده كتير مانا هبصر على حاجة كتير و ايه الـ KILAMIDOS بورز يعني هلاقي تجمعه نعود الا ما لا نهية ده بقى التجمعه ده هي الـ KILAMIDOS بورز يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفانجس و الفنجس عشان انا قابلني سؤال بنفس النمط كده الفنجس ده اللي هو الايه اللي هو مايسايتوم سهلة سهلة جدا طيب لو ما لقيتش ولا ده ولا ده مجرد ان انا لقيت سمبرانشز بس خلاص بكتري انما الفنجوي هلاقي فيها هايفي وكلاميدو سبورز هلاقي في الفنجوي هايفي وكلاميدو سبورز تمام؟ تعالوا نشوف بقى شكل ايه الفنجوي بسط كده ادي بقى استبرت هايفي دي عبارة عن استبرت بقيوسم Никола دي support ادي بقى استبرت هايفي دي award وهتلاقيب قال ايه الوكلاميدو سبورز بس كده чит كلا كلا c pus تمام؟ دي اللي هي ايه ree madhuryla my desire madhuryla my sys اللي هي الايه una كامل او madhuryla my sytts تمام جد دي الفل كيتش طب انا معاي واحدة تانية كان عليه ايه ؟ حط سبغتها بgram stain اللي هي الصبغت صبغت اللي هي سبغت فلاقت كامل ال след competitive ده اخطيني بعضي الأشكال ساكر اgendو انتطلعي فقر~? فنذهب بالضبط ي Bygd التسيبغد souver الهذا اللي اللي هو ال Part ال Sg الذي ي pitудه ب اذا كنتم يطلع المساعدون لا تستطيع انها خطيرة و تنتشر بسرعة هل تفكرين او ان نفكر؟ سريع و وحش و خطير يبقى عندنا الجرام بوظيف الجرام بوظيف سريز اللي هي الاكتينومايسيت طيب لو اكتينومايسيت طب انا عايز اعرف نوح يا ترى دي بقى اللي ما عندهش قلب ولا الستريبت بص يا سيدي انا هزبغ بصبغة دانية يعني بعد ما صبخت بجرام انا عرفت دلوقتي اللي هي الاكتينومايسيت هاخد صبغة دانية وازبغها بايه؟ اصدف employment اتضفت cleanupك geh2so4 واحد في المائن اذا لطلقها اضفت موجودHEN نقبل لft ثاني يرجى اصدفوز المبقى ايضا كمانوما الاستفاست باكتيريا ح psychopath استطمقت الهده 그러면 الاست dovاني باحب الاسدفاص αلوام اليضاء هذا انت اصدفوست باكتيريا يرجى احي Behindp ακوم ن alligator نوكارديا برازيليانس انها بقى لونان اسد فاسد فدي عبارة عن ستريبتومايسيس ودي عبارة عن صبرة الجرام اللي انا اقول ما شاهدت الجرام هاقول ان دي عبارة عن اكتينومايسيسيس سهلا طيب انا دلوقتي خطس باسمين ميوكوباس تمام جدا بصت بالنكدقاء على الجرانيوز حطتها بين سلايدين وحطتها بين سلايد واحدة وحطت عليها سلايد ووتر سلايدين وحطتنا سلايدين وعرفت السلايد وشيبويه بعد كده هبصت بالمايكروسكوبيك دي اللي هطبني سلايدين وحطت عليها ستيل دووتر بعد السل دووتر هايمة حطت عليها هايمة حطت عليها الجرامستين هحط بالكي واتش لو لقيتها طوزرا لو لقيت سيبرت هايفي وي كيلاميدوس بورس اللي يبقى دي عبارة عن فنجوي لو ما لقيتش ولاقيت سمبرانش يبقى دي عبارة عن باكتيريا بعدين بقى هروح للتانية اللي هايمة حطت عليها الجرام لو لقيت انها جرام بوزيتف يبقى دي عبارة عن اكتيري وميسايتس بعدين هازبقه بشيء ثانية اللي هي زيل نسلينستين اللي لا عندهاش قلب بتقول اي حاجة فاخدت ال H2S-OFور هايمة حطتها هي أسد فاصل ستيلنج يبقى دي عبارة عن نو كارديا انما لو أسد فاصل ستيلنج يبقى دي عبارة عن ايه استريبتومايس اللي هي ماديو سومويل اللي هي مادوريلا وصمالنسز وبلترل تمام؟ ده تمام جدا نحن ستفكرينه بالحدد دوري وهدين هزرحكم على ايه ثانية هاخدها ازرع على كالتشر وحطها على مزرعة واول ان انا هعمل ثروليج اول حاجة لكالتشر هاخدها على ايه؟ هحطها يا اما على سابروز اغار يا اما بلاد اغار سهل الدنيا تمام يا اما هحطها على ايه؟ اخدوا بالكم ان انا بحطها على كالتشر عشان اعمل ايه؟ انا عملت كده اقول ايه؟ انا ماشي واحدة واحدة وبأكد على نفس اه ده طلعت كزا فأكد بكزا ده طلعت كزا لأ طب ما اكد بكزا يعني انتفكرينه اما طلعت بالستين اكدت بزلنس بالجرامستين اكدت بزلنسلن اتش توس او فروحة في المية وعرفت ده نوع اكزا ونوع كزا فانا هااكد بقية فهاءكد بالكالتشر هااكد بيه يا اما سابروز اغار يا اما بلاد اغار يا اما الجيماتي هايم Resource ايه اسلوران جهvez تلعت كزا تلعنا خلين نفت الواge تلعد بسكتي في sustain ويترصبت، يبقى دا برسببتشان، لو عملت كلة يبقى داعي بارا عن الاجلتينيشن تمام جدا والدنيا سهل حتى دلوقتي والسهل رجعين كله دلوقتي انا دلوقتي همال كالسير اقاكد صبروز اجار او بلاد اجار او الاجلتينيشن او برسببتشان او او بي تمام ادي عسيد الصبروز اجار وده الشكل اللي بتعمله شكلها مقرف ومقزز جدا بعد ذلك الحمد لله أنا أتأكدت الآن أن الأستاذ عادل عنده مايسايتس أأكد بأيه فانجاي مايه مايسايتس هدي أنتي فانجل سهلة سأشل له مايه حصله لقعده ويتشل له الأشياء الحاجات التي كانت عنده فشلناها إذا أكتينو مايسايتس هامل إذا أكتينو مايسايتس بكتيريا أده لو أنت بياتك هذا لديه بكتيريا مضادة للبكتيريا على طول ما أودها مايه أشهر حاجة عندي سالفونامايد دابسل وكوترميكززول كوترميكززول أشتر بقى بوص يبقى الوقت يقولها التريتمنت إيومايسايتومة هي فانجاي لا مش يأم هنطف الجرح وهذه فانجل تريتمنت إذا أكتينو مايسايتس هده لو أنت بياتك إيوما سالفونامايد أم دابسل يقولك بقى أكتينو مايسايتومة وكتينو مايسايتومة وكتينو مايسايتومة لأنه في طريقة العلاج مايسايتومة لأنه بكتيريا أو فانجس مايسايتومة لأنه أميسايتومة أو أنتبيوتك حاجة من الاثنين حسنا نرجع بقى تاني نرجع ده كله للأسف للكيس اللي كانت معنا هذا الكيس قرأناه قبل كده هو الراجل كان عنده أربعين سنة ولا نقرأ بالروحة؟ نقرأ بسرعة عشان الوقت أربعين سنة و جل المستشفى كان عنده بلس سبكتين و سني ديول الله أكبر في الليفتلاج قال له والنديول عندها ملتبل اوبنينج تمام جدا والدستشارج بس انا كده هبدأ أفكر التعليم بيستهل على الفكرة ادي بلس سبكتين و سني ديول اول حاجة في الليفتلاج الله أكبر والنديول عندها ملتبل اوبنينج تمام ده أنا بأكد هوا والدستشارج بس في حاجة تعمل صحة في دماغي عندي جرانيولز قال لك ده أنا عندي حاجات كتير وأشغال في فارم و كان ماشي برجله رجله مش لابس حاجة في رجله هي وزك سبوزدتو ترومة في الليفتلاج يبقى ترومة ده ديع بران كورونيك سبكتين و سني ديول الميوسيتومة ايه ده أنا فكرت حاجة يبقى داعي بران ايه؟ ايه هو المستربرابير الدياغنوز الميوسيتوم ادي اول حاجة سهلة جدا اول لابوراتوري مستر اللي بتستخدم في الدياغنوز هنرد نرس ده كله ده كتير اول حاجة عندي اسمين هعمل باكروسكوبيك ايجزامن و في ميكروسكوبيك ايجزامن و بعدين هاخده هعمل كاليتشر و اخير حاجة ان انا هعملها كانت ايه؟ سيرولوجي هدور عن انتيبودي تمام بالاجلتنيشن و البرستيشن بعد كده منشن المانيجي منت في الكيس لو كانت فانجل اللي هي الايوميسيتومة هتدي له انتيفانجل و هعمل سيرجي جراني موبل لو كانت باكتيريا ان انا هتدي له انتيبيوديك زي الدبسون و كوتريميكزيسول و في واحدة ثانية او لوحدة نسناه هنرجع لها ثانية و هنتأكد منها احنا ماشيين دلوقتي نعدي بقى ده كله طب ما نراجع ما نراجع على الباكتيريا و ان نبقى الحمدلله او الحاجة الميسيتومة و انها عبارة عن ايه؟ عبارة عن كرونيك ساكتينيوس انفكشن كرونيك ساكتينيوس انفكشن او ايه شكري ساكتينيوس انفكشن اندوزد او اندوزد بانويقص انفكشن انه هو اتعوارع عن طريق سفرال سيبروفيتكس بيش اف الفانجاي احنا قلنا عباره عن فانجاي او باكتيريا اللي يلاكينه مايوسائس او الايومايسيتومة اللي هي اصلا موجودة في التربة عادي موجودة في الاتروبيكا الكونتري اللي هي الدولة الاستوائية زي الكمه بتبقى موجودة في الفوت كمان وخصوصا اسمها ايه اسبواها مادورا فوت او مادورا ميكوزيس مادورا ميكوزيس موجودة في امانورترومة او المتعرضة للخشب ايه اشهر حاجة اللي يلفوت بلاك بالنسبة 75% ممكن يسأله في النسبة عادي موجودة في الاوبر باك بعد كده ان انا عندي اللي هو التومي فاكشن بعد كده عندي السينس وي السلفر جرانيولز بعد كده هي عدي بقى دول ايه اول اس لدي اللي هي اول حاجة كان عندي سويلنج بعد سانس وبعد ايت تھTSH showcase بعدين ان انا عندي اللي هي عباره عن ايه قولوميز الفاكشن cuales ي shortage حسب نوع البكتريا ان انا ابو في ماشي وهذه الأشكال قعد لوقف الهوزيس او سنوذ بقى ايئه واكسيám او فلانتاس فنجاي زي مادوريلا ميسايتوماتس والذي باكتيريا زي الاكتيروميوسا pewnائي Eck Bern doorと اللي بتتعمل به فلمانتاس بكتيريا كما هو الأكترون ماء سايز صاحب الأكترون ماء سايز ونوك كرديا برازيليا ميضه سومة وصومة سومة وبلتاري كنت اكتبري من شئاتي ومع ذلك من أشياء أول سرير ووحش وخطير نوع رابد بروجورسيف وحش نوع الديفيند وننكتب سيليسه خطير ومع ذلك مالثوب السينس ويوصل على طول الالبون اعكس على طول دنيا سهلة ماشي؟ سأخذ سبيسمين سيضافر بعد كده هبص بالنجد اي على الجرانيوز يحط عليها سلاين بعد كده هبص على بي الهند لينز هبص على السلايز وشيبوه الكولور والكونستانسي اهم حاجة ان البكتيريا بتبقى صغيرة ولونها اسفر او احمر التانية بتبقى كبيرة ولونها اسويت بعد كده هبص تحت الميكروسكوب هاخد سلايدين اكسترهم احط عليها مية واحدة بالكي او اتش واحدة بالجرامستين الكي او اتش هلاقيت فيها سيبرت هايفي سيبرت هايفي ويكلمي دوس بوريس باقديس 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 بنسبقها زل نيثلين 2018 بنسبقها الآتي فيها الآتي فيها عبراعة satanacin سأخرج بايما هذه عبراة نوكاردي هاي ستريبت السريبت السريبت ستريبت معاكد بالأرجم بأسطر قوس بأسطر السريبت ويدبازون أو الكوتريميجزاول كوتريميجزاول يبقى cd هو الكوتريميجزازول ويدبازون 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 ممكن نستكلمها في cd ال الاس اللي هي كوتريميجزازول أو الدبسون أو السلفراميل معرفنا اننا نفرق منهم عشان ادى نفسك ويدايلة مبدئين كده نزم دايلة أو ما نسبت فمدنان الجطايف فين الجطايف بتاع تماميست ماشي شكرا لأ الا الا الله نقرأها دلوقتي ولا بعد ما نخلص ثم نتخلص ثم نتخلص على الآخر ما هي الاستوميلاتس انظر الايتس يعني انفلاميشن واستيو يعني عبده انتهاب عبارة عن انفلاميشن في العضم طب ممكن الاسباب اللي هنا بسبب انفكشن اصلا عنوان توتوريال بون و جوينت انفكشن فأنا بقول استيوميلاتس فأنا بتتكلم دلوقتي عن انفكشن بتاع العضم اللي بيع من انفلاميشن تمام اللي هو واحد جايب عضمه بيوجعه طب مالك بقى يا سيدي هنا بقى ما حصلتش انا مقلتش ان حصلت روما بقى زي عادل ولا مش هارفكت لا ده واحد جايلك عضمه واجعه فيه واجع انما عادل ما كانش فيه واجع اصلا هي كانت بلس كان فيه جرانيولز بتظهر وما كانش بتوجع تمام اول حاجة في الاستوميلاتس هو تعريف الاستوميلاتس دائب ورعا انفكشن او في الجوم طب ما سهلا هو اصلا عنوان التوتوريال ايه بونجينة انفكشن خلصنا نبص عنوان المحاضرة الحتة دي سهلة جدا على فكرة يعني سهلة جدا اسهل من مواجسة يتمها بكتير بعد كده بيقولك يبقى الاستوميلاتس دي عبارة انفكشن او في البون سهلة جدا فيه مود بقى للترانثميشن يعني البون ازاي بيجله عدوى يعني ازاي كده ممكن تتخيل كده البون يجله عدوى ازاي معرفته ايش؟ تعال ان ارى فضل şeyi الاول ما بالبة كده يج configuration ايه هي الهمجي здесь اسOTHER إنه انفكشه الهمجي عملت اسبرد ولا اصلاح الفنجي من مكان بعيد يعني بكتيريا سايحة في الدم أو فنجاي ماشي في الدم لا الله عظم دخل فيها هعمل انفكشن والله اللي عمل انفكشن اوكي ادي اول حاجة في المودقف الترانفميشن اللي هو الهيماتوجينوس تمام سهلة بعد كده بيقولك ان هي دايركت اكستنشن فروم ان انفكتد كونتجوى سايت سايتش ازل اسكين والسوفت تيشو انفكشن يعني ايه سي بي يعني انت عندك حاجة معادية انت دلوقتي ايه ما ساتعورت في ايدك او في رجلك اي ايه ما ساتعièrement بايع مجيزة معادية بايبكتريا معادية اي كان يتوقذي على فنجاي معادية فايدك يمان على ابدا تالية وصلت لالعظم خلوص تاوت الى البكتريا اللي ايه دخلت لك من المكان داليا وصلت للعظم وحطت ايدك على اي مكان متعور ودخلت Installation اه ما ساتع gefragt اذا ما لكنه الآخر ماسي مؤمن ان تاتعلا وهكذا يربط مجيزة ثلاث مره وهو ترومة الترومة او حاجة اتعورت او لقدر الله حدثة الحوادث اللي بتحصل ان العظم خرج بره يعني فتح و خرج يعني فيه حوادث بتبقى مش حلو خلاص ان العظم بيخرج بره اللحم كده فممكن يحصل كنتميليشن للعظم فدنيا تبقى مش قلطة في حجم فاعمل قسيو ميلاس انا بقى هدور على قسيو ميلاس انا برضو لازم هدور على قسيو ميلاس في الحوادث لانه ممكن يعمل أبسس و يعمل مصايد فانا لازم ادور عليها وخصوصا امراض البون والجوينت انفكشن عموما امراض خطيرة لانها اصلا انت ممكن تلعب في حاجة دي حاجة اللي ماشي بيها يعني انت ممكن تجلب ديفورمتي ممكن يحصل له ديسابيليتي عاقة بسبب حاجة صغيرة جدا فانا لازم ادورك بقى كده دكتور دكتور معك واخد ميديو اللوك موتور يعمل انت مش اي حد المهم يبقى انا كده عرفت ايه هو الاستميلاتيس الاستميلاتيس دي ابرع انفكشن او البون وايه هو المودة في الترانسميشن لانما جاي من الدم اللي هو الهوماتيوجنس سبريد وده اشهر نوع الهوماتيوجنس يعني دي صراحة اشهر حاجة بكتيريا صحيحة في الدم هي دي اكتر حاجة هاتجي لك بعدين دايريكت اكستنشن لان انت جاي من انفكتد كنتيجواس سايد زي السكن او سفتيتشن انفكشن تراما حصل ايه؟ تراما حصل اوبن فراكتشر او دايريكت كنتمنيشن للبون انها خلاص وصل لها البكتيريا والدينيا بوض تمام جدا بيقولك بقى سيتي انزز ديزيز الارجانزمي دايريكتلي انفكت البون والجوينت الله ادبر دا متسلط دا داخل ايه؟ فين البون والجوينت انا داخل البون والجوينت بص بكتيريا مصيبة الطبق ان الحاجات دي بتخش الحاجات اللي اتموضة مش اللي اتموضة العظم دا حاجة مهمة جدا المهم بيقولن ان البون والجوينت انفكشن سيريس انفكشن بيكوز ديستركشن او الكورتيلج كان ليتو سيكنيفسنت ديسابلتي ممكن يعمل ديسابلتي اعقاط او حاجة انت لازم انت متخيل مثلا حاجة صغيرة جدا دخلت مثلا عنده سبتسيميا او واكتريميا او فانجيميا فانجيميا في الدم وبالسبب الحاجة دي اللي هو ممكن اديله انتبايتك خلاص خف ممكن اديله انتبايتك انتبايتك خف طب ما اديله بدل ما يحصل اهاقة وتشوه وحورات كده ما احنا محتاجة احنا صغيرة اصلا بيقولك بقى ان الموستكمون بكتريا اللي بتعمل اكيوت استومائليتس في الاطفال والصغيرين هي الاستفاريكوكاس ايروس الاستاف دي اللي هي حتة الوحده دلوقتي في التوتوريان ما تخفوش انو عم نتكلم عليها شوية بكترياها بانتحالي المهم ماشي يبقى انا دلوقتي قلت لا نفعش اي حاجة انها البكتريا اللي بيخشها على قطول البون والجوينت بعدين انها مواردو مشكلة خطيرة انها بتخش تكسر في البون او كده فهممكن تعمل دي سابلتي ودي حاجة صعبة جدا وايه اشهر حاجة بتعمل كده اللي هي الاستفاريكوكاس ايروس ايه هالباسو جيناسوس اللي بتعملها بص يا دي الناس اللي جايلك الاستومائليتس كان عبارة عن كاميرا واستنى اثنين ثلاثة ماشي انت كان جايلك واحد اللي هو جاي يكشف بالاستومائيلاتس دول عيلة ثلاثة رجالة او اربعة ولا تلاتة خليهم ثلاثة وطفل زوائل ثلاثة وطفل وعيل بردها هتقول لي ليه؟ ما اقولك ما احنا نازل نسك هنسكن ازاي؟ هي دي العيلة اللي جاي تكشف عندك مين؟ ثلاثة وطفل وعيل بردها مين بقى الثلاثة خلينا نبدأ بالعيل اللي بردها والطفل اول حاجة النيونيت دول عندهم ريدز بزينج فاكتور يعني اللي هو عندهم ايه ده صباح الفل بكتريا خش على طول على البتاع احميل اسومائيلاتس بكتريا صباح الفل دي حاجة اطفال معيطهم ضعيفة دنيا عندهم مش جهاز المناعي مش اقوى حاجة بقى اللي هو يخش ويحارب ومش اعرف ايه فكده فالبكتريا طبعا او الفمجهي هتخدها الله دي فارسة سهلة جدا يلا بينا يلا بينا اول حاجة عندنا انيونيت وبعدين الاتشيلدرن والادلت انا كده خلصت عحيل صغير والبيبي اللي جاي معي بعدين عندي ثلاثة رجال اللي هو الادلت ما لهم بقى الادلت دول انو تلك ثلاثة الادلت في منهم ثلاثة العيلة دي فيها ايه بقى فيها بروشيستيك جوينت او خلينا ناخد ادلت ان عنده برتبرا لأسو ميلاتس يعني عنده انفكشن للجون في البرتبرا انت متخيل في العمودة الفترة دي مصيبة او بروشيستيك جوينت يعني ايه مغير جوينت ماشي بمتصل متغير صناعي اصلا اصلا دي صباح الفقل للبكتريا سلاموه عليكم اي حاجة مش بتاعت بتبقى طبيعية مفيش احسن منها فدي حاجة صناعية داخل جسمك فدي يعني مديا مناسبة جدا للبكتريا او الورجنيزم قاين كان الورجنيزم اللي داخل بعدين بقى الانترافينيس اه احبش اقول الاديكشن وكده فقلك الانترافينيس دروجيوزر اللوام بياخده الانس اللعوام بيدربوها اه بعدين بقى في الاسكن انفكشن في الدايباتيكبشنت اصلا دول الناس منعيتهم معاة جدا فمان ينفعش اخوالص انいて يحصل لهم الاسكن انفكشن يعني انت اصلا مناعتك في الارض فما ينفعش واكسبوش الوقف للإندمك إليه انهم عايشين اصلا في حتات فيها ايه الحتاتهم مش كويسة يبقى البريديس بوزينجي فاكتور عندي التلاتة اللي هو واحد جاي عنده فرتيب على القسوم هلايتس وضهر وجوه ومغير مفصل واحد ادكشن اللي هو انترافينيس دراج يوزل وثالث واحد اللي هو عنده سكر وعنده سكينينفكشن وعارفشين في منطقة مش كويسة فجاي بطفله صغير والبيبي اللي هو نيونيد إنه وسهل مولود اللي هو منطقة شهر انسى متى سييده رسول على القومي نفسك Cuocops هتقوللي من جه man وليس عالي كم من القومي نفسك لا ي Nursing التوريط فأي مهار حسنا الأمرж يبقى ستيف و ستيف و ستيف و ستيف و ستيف يعني نحفظ واحد اتنين من الحاجات دي بس اهم حاجة الستافيروس عشان هو ممكن يجب لك فراتين حاجة زي كده بس ممكن يجي ام سي كيو فلازم معلش نأكد علي اول حاجة عندي الستافيروس والستافيروس والميكوباكتيريام تويبركيلوزوس عندي سيدواملس ارجونوزا وسيريتا وكانديدا قلبكان كانديدا قلبكان حتى كانديدا دي عبارها عن فانجوهي اول مرة اكتشف ان كانديدا ممكن تغشي للبون دي حاجة غريبة علي انا اول مرة اصبح بعد ذلك بقى فيه الستاف والانيروبس هو اهم حاجة الستافيروس ممكن نقول الستافيروس وناخد اول واحدة اللي هستريبت اللي هستريبت كوكاس اجلاكتيا دي عبارة عن جروب بي بتاهملك جروب بي مقالش بتاهملاتك ولا اي روبا فنعملش من عندنا عبارة عن استريبت والستافيروس دي اهم واحدة والابديرمس طبعا نضعها واخر حاجة اللي هيا كوكي كوكي وهستو بلازم مين؟ ستاف وستريبت وكوكي لو شفناهم يبديكم من ارجنازم المين للاستو مالاتص لانه عند البرتزبينجي فاكتر اللي هم التلات اللي هم مين اللي هوا جايب باستر باستو مالاتص ومغير الرابتاء لها براستو ستجوينت واحد ادكشن اللي هوا انترافينيس دراج يوزر والثالث اللي هو ضايباتك عنده سكين ار فكشن وضايباتك وقعدين في حتة اندمن فجاي بالطفل الصغير والنيونيت حشان يشوفهم يعني طمام بعد كده يكون من ارجانيزم ستفوستريكت وكوكي انشان هنحفظ لكلام كتير الصراح وانا واحبش الكلام كتير انا لغيتها من عندي اه او نسألك الامتحان هسانكو في الستفوستريكت والكوكي الكلينيكا المانفستيشن صراحة هي ملحش علاقة بالكلينيكا المانفستيشن بس هي نازلة في الداة بالكلينيكا المانفستيشن سميلاتيس انفلميشن او انفكشن طيب اجاب ايه؟ بن و سويلنج مش قادر يمشي مش عارف ايه وردنس ودرجة حرارة عالية فنشوف هو كاتب ايه؟ او الحاجة الكاتب بين ردنس و سويلنج و فيفر و شز وتعبان طبعا ويتلوصوا نايت سويتس ايه لو كانت جاية في الميجوب اكتنام تيبرك كله هزا سأسئلة هاتي بيه تمام؟ منها بتجيج مات سويتس ونوزيا بالدنيا سهلا كنت اكتب ردنس و هوتنس و يا ففر و نزي عامة دايرية مالاش دايرية فما ما تجود شو بردياني جود فا حدود المعقول ايه؟ حدود المعقول ايه؟ لازم الهابد المهم الكلانية المنفسيشن اللي هو هيكتبها بيقولك بقى ان في الاطفول ان الهاماتجنس بريد بتيجي من هن بقى لكي تصبح الاند اللونج بون بصد معندي اللونج بون كده بيبقى فيها ابافيس و ديافيس و متافيس دعونا ما هي فى انها في الهاماتجنس بتيجي من اللونج بون الميتافيس هجبك الصورة كانت اجاد ابل كده ماذا ترى الذهب في الميتافيس ب shorts كيف تبقى مليانة بلد فيسل هي داالح التحول التي أتبقى فيها هي الماليانة بلد فيسل فلا نجي من أين؟ سأذهب في الحتة اللي هو الماليانة دم اللي هي الميتافيسس انما بقى في الكبار لو فاكر دالوقتي ايه كان نجي فيه في مهي تجي فيه لأشهر شيء يجب انت في الفيرتبرال سهلا وأنهي بيقولك ان الهماتوجنسيسبراد اللي تجي عن طريق الدم تمام عندلي يبقى كرينكل ماليتيسيشن في الاطفال بتيجي في الميتافيسيس في الكوبار و في الجهند تعال اوريكو في سوق قادل الميتافيسيس ابقى هذا قادل Infection قادل Infection الاستنبقى ورايك كان هناك صورة برضو قادل الهماتوجنسيسبراد بتيجي عن طريق النيوترون تأارتير لماذا؟ لا يوجد مالي انا دم ذات الحجم منى يسكت ان المائل التاني سيبتيك. ما يروف أل refillتيك بيقولى هي نفسك. في الاستواميلاكس والسيبتك أرترايتس والستافيروس. تمام جدا. ما هي الى الكليينيكال مليفستيشن? في المن orchestral عندي المونو ارتكولار انفولمينت بيأخذ جوينت واحد. يأخذ جوينت واحد يعني لا يأخذ جوينت واحد يعني انه لا يأخذ ببعض جوينت واحد. ليه؟ ما هي اللابق الدنيا هي طالبة ببعض كثيرة. يعني أيه اللابق الوزن كله جاي عليه. أوه زي الهيب وزي الني. يعني دول اكتر حاجة الوزن بيبقى تقيل عليهم صح فهو اللي بيقولك يا اما الهب يا اما الني ودي المستقوم برزنتيشن يعني جاي مش قادر يمشي على رجله او رجبته الهب او الني بيته جاب تمام؟ تمام جدا يبقى دي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الاسيبتك ارثريتس اسيبتك ارثريتس ده عبارة عن انفشل الجوينت والاشهر حاجة بتيجي فيه الاستاف ايروس ويجي اشهر حاجة مونو ارتيكولر عشان ده ممكن تيجي سؤال mcq عشان حاجة جديدة مفرهة يعني ممكن تيجي فهي عبارة عن مونو ارتيكولر ان هي مونو ارتيكولر بتيجي في لارج باق ويد بيرنج جوينت وفي الهب والني ودي اشهر حاجة بتيجي تمام؟ ايه هي نفس اللي هناك؟ نفس اللي هناك؟ والله عفر استافوستريت ومفيش كوكي مغاير بقى هنا كوكيب ايه؟ نايسيريا جونورية مهمة برده يعني دي حاجة جديدة فان اخوتها نايسير ايجونورية بعيدة عن التالية فان دي نايسير ايجونورية تمام؟ سوان دي مش البريدز بوزنج فاكتور ده عبارة عن الهير كوزيتف يعني دي البريدز بوزنج فاكتور طب ايه هي بقى البريدز بوزنج فاكتور؟ اذا يونيت سبحان الله تشيلدرين برده بروسيستيك بقى في الهب والني انا قلت الويد بيرنج جوينت تمام؟ بروسيستيك هيبوني جوينت تمام؟ وايه استيكشوالي ايه اكتيف ادلت استخدار عزيم يا رب وانترافيني اصدراج يوزر هم عينها فاصل انا احنا ما نجدع فاكتورنا على ببلده تمام؟ تبقى دي عبارة عن البريدز بوزنج فاكتور والكوزيتف ايجنت اورجانيزم للأسف الكلام ده لنا في المنهج للأسف طب ازاي هعمل دياجنوز؟ ازاي ما قلت دياجنوز العادل؟ انا لازم اعمل دياجنوز او احد يشتكي من عضمه او عدلاته صرخة او احد يشتكي من عضمه او رجله او حاجة اعملها كدكتور هعمل اكس رايج اعمل اشاعة حتى ديكاتنا فلسطبينا هخش اعمل اشاعة انا كدكتور عضمه واحد رجله جابته هنقض بقى نحكي في المحكي ما اختخش اعمل اشاعة بس انا هقولكو احنا بنعمل احنا بنعمل دياجت فيلم وبلاد كالتشارل هنفوت في سروليجي كمان احنا هندور على انتيبوضي عشان الناس اللي عندهم اللي هتشتكي من جوينت اسوكي اده ممكن يكون حاجة مناعية ممكن تكون بتاع ده اسمها ايه ده الجوات اللي هو مقرس بس ده بيجي في الصبع كبير فده معلوش علاقة تمان ممكن يكون رماتيويد ارستراتس وده مهم جدا 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 بس ده بيجي في سمول جوينت يعني مش بيجي في الويت بيرنج جوينت في حاجة تانية بس اكسم بالله لان الحمد لله ان البطن تخلص ان همخلصن ونات دجي ايه عدوهاد المهم اول حاجة انا هاخذ سبسمن ان انا هاخذه منuh اسم autour لو كان الانفكش نواصل انяв store يخرج و الحم يخرج هو ممكن يحصل مثو همgreen ممكن انواخذ ممكن أن يخصل ان اهى يخرج من الاسم 下去 او wicked ان انا مسلا دخلت webinar اخطي فلويد من جوال جوينت عشان ازور ايه الارجنزم اللي موجود عندي فاول حاجة ان انا هحطه هزبغه بجرامي ستيل فلاقيت بقى بوليمورف او بكتيريا طب لو لقيت جرامبوزتف كوكايف دي بنتعملها اللي احنا عمنا نعملين قولها عليها من الصباحة انها اشهر سبب اللي هي الايه اللي هي الاستفاليكو كاسيروس اللي هي الايه اللي هي الاستفاليكو كاسيروس اتاني حاجة يجب اول حاجة دايرك تفالم اتاني حاجة اللي هي البلد كالتشر اتاني حاجة ايه اللي هي البلد كالتشر يبقى اول حاجة اخدها ان انا عملي سبيسين دا دا انا عايز اعرف ايه هي نوع الهيانا بس انا دلوقتي بس انا مفترض ان انا اعمل اكس راي تاني حاجة يبقى فعل هم اصح هم بيتكلموا صح يبقى انا اول حاجة مستنى لو لقيت اكس راي انا لو دور افتك افكره معي اصلا مش هعمل اي عيان جايش تجي ان انا هاخد منه عينة تاني ما انخعرف المرض دا ايه ما هو هيبقى اشتكي اصلا من المرض اللي هو عنده مثلا لو بكتيريا في الدم دي هيبقى جايب فيه فاربقة ودرجة حرارة عالية ومش عارفة ايه فانا كدكتور اتوقع برضو انا علمي بسيط اتوقع ان هو هيكشف عنه يشوف ماله الاول يعني مش هيكشف عنه هشوف عظمه بيوجهه الاول ممكن اي حد ممكن اي انسان دعبان عظمه اجوه فهو الدكتور ممكن مهتم مش قوي ففهو دا ايه ان اقوم بل tra lady تواني من اقتل الم الإBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEO-S Kenya بل صغير مثل مص jumped screen حاني نظه لم اقل كثير عن سفريب كما ترى فرع سنذهب بسرعة حتى نخلص 18 سنة يعني ممكن قليلا قليلا عديها مش لازم كل حاجة نخلص بقى تقريبا كده كده موسيقى في قليل الانيجيسيك موسيقى كليل كليل انا وكل حاجة دلوقتي انا اقول لي ان ده انفكشن في جوينت خصوصا ان هو جاي في الويت بيرنج جوينت ما يجي مش جاي في اكتر من جوينت جاي في جوينت واحدة منو ارتكولار جاي في ويت بيرنج جوينت وجاي طبعا بفيفر وراينتس وكفوا الحاجات اللي هي البرودرومة دي ولمتت بي عندك لامتد موفمنت وبنترو رينج اف موشن يعني مش عارف يحرك رجله قوي يعني عارف انت لو حركة بزيطة طبعا الجوينت هو اول حاجة ما ننفسه الى لكم ما هي دي اخطر حاجة في الجوينت او المون انفكشن هنكمل ولا عرفتوه سبتك ارثريتس الله يبارك لكم سبتك ارثريتس مش هنستعمل لده كله الدايجنوذ على اجل بسبتك ارثريتس وبيقولك كمان انها لقينا جرام بوزيتف كوكواي تفتكر جرام بوزيتف كوكواي مين يعني انا دلوقتي لما عملت الدايجنوذ وعملت الاسبيس منه وخدتها وعملت كالجرام بوزيتف لقيتها جرام بوزيتف استفيروس مش محتاج لحاجة الله ينور عليك اقول الله انت دكتور مهم الاستمايلياتيس هنرجع على طول بقى استرحي ايه الاستمايلياتيس دي عبارة انفكشن في البون ايه هو المودة في ترانسميشن عبارة اشهر حاجة اللي لا تجنص عن طريق الدم انه هو باكتريميا او فانجيميا او ديركت استنشن عن طريق انفكتد كنتيج والسايت اللي هو مرض معدي او تروما بعد كده بيقولك اشهر ان هي بديركتلي بتخش للبون والنجوينت على طول واهم حاجة ان دي مرض خطيرة ان هي مرض خطيرة عشان هي بيخش للبون والكارتليج وبيعمل ديسابلتي اللي هي قاعدة فلازم اعملها على طول ايه اشهر سبب سواء كان في الشيلدرن او الادفت اللي هي مستفيروس على طول بعد كده بريت من المونوارتكولار بيجي في النارجويت بيلنج جوينت يأما في الهب يأما الني وده 10 حاجات تجي بيها ايه هي هي البردس بوزينج فاكتور اننيونيتشايلد أدلت بيجي في البرستيك يأما الهب والني عشان ده اللي بنقفد عليها سيكشولي اكتوف أدلت او الانترافينيس أدلت هناك بنزود عليها الدايبيتس او الانديميك ايريا تمام البردس بوزينج فاكتور سوري الكلزة في ايرجنت فاكتوري النايسيريا مش الكوكي او الهستو بلازما بعد ذلك او عانينا في المنحك بعد ذلك ازاي هعمل دياجنوز ان انا هعمل اسبيسمن اسبيسمن منين من السنين اسبيسمن من الجوينت اللي انا اخدته هحطها على هاسبوخة بستين لو لقيت في هي جرام بوزة بستين ده اهم حاجة يبدو يبقى عن ستافيروس والتاني حاجة ان انا هعمل بلود كالتشر يبقى انا اول حاجة عملت ديريكت فيلم بلود كالتشر اه بعد كده اكسترين و سي تي و اهم ار او دي تاني حاجة ان انا هعمل بعد كده صلى على النبي ارى يا او تصدقى السلام نخش على مين فنخش على الاستفالوكوكاي المؤرفة اللي احنا من نتكلم فيها من تصبح اللي اقوى اشهر حاجة بتيجي في امراض البولون جيد بيقولك بقى يا سيدي ان الاستفالوكوكاي اصلا موجودة في السكن والميكوزة اذا بجدت او الله يا جماعة انا عندي السكن المبارة ده باكتيريا كتير جدا والميكوزة والفلورا والرسبيراتوري دي مليانة مليانة ارجانيزمات الحاجات دي موجودة عشان لو اي حاجة دخلت مش عارف ايه عشان تعادل لك الواسط الموجود ليها كذا كذا منفعة فمن ضمن الحاجات دي الاستفالوكوكاي الستة دي قاعدة مستخدية اصلا جواك كده فين؟ في السكن والميكوزة وبيقولك كمان ان هي بتكون جزء من نورمل فلورا بتاع السكن والقبار والرسبيراتوري تراكت والانتصالي تراكت ده كل ما انا لسته الا ما زودناش حي يبقى هي اصلا كده كده موجودة يعني الستة كده موجودة في السكن والميكوزة مش هنغني السكن والميكوزة والانتصالي تراكت والانتصالي تراكت والسكن كبارين طيب ايه هو بقى شكله اسراء الاستفالوكوكاي هاجيب لك صورة اه استفق اصلا يعني سبحة كوكاي هنمدور ده 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 فكرة ايه المحاضرة ده قريب مش قريب من سنتين مش فكر المهم اللي هي بتبقى مدورة كوكاي اسمع كوكاي وبتبقى مرسوسة كده مرسوسة كده جنب بعضه و نون هزرق ما هقولك نون هزرق لي عشان هي جرام بوزتف مش هنستقلها من شوية ان انا ما عمل لها سين هتلطلع جرام بوزتف فبتتلع نون هزرق تمام يبقى هي استفالي كوكاي عبارة عن جرام بوزتف كوكاي دواير كده لون هزرق وستعادة فيه يعني ماهو هذا عنب!! غنوب العنب شبهناك على انقيد العنب يعني ايه ماذا نعن قد ا Gaga ونقبر نقبر نقاب ايه دا عنب؟ انا اشعني انه الطهر بعد انا مشكلة خطيرة علام التج golpe العنب انا شايف العنب 10% ده انب قد ترين كل ما盯اء الانت Mandore لان هجعلة في مكانية الفانيسة ايما بين الеле وميكوزة تجازة ايما uvre ثم يجب عليك تسيرين ثم يتكون عملاتي ثم نغطيه انا داخل اكتر من 30 نوع لديها اكتر من 30 نوع لكن انا جاءت استنتها سأقوم بإسترنت هاتف انا سأقسمه احوالي الأنظيم يعني ايه واجه المقارنة اللى هاستم على اساسه هاستم على حسب حاجة اسمها ال Coagulase Enzyme ماذا بقى يا اسرائيل ال Coagulase Enzyme هذا ال Coagulase Enzyme بيبقى موجود داخل ال Staf وخصوصا ال here is aroos بيبقى موجودة في ال Staf In-Rose بيحاول الفابرينجين بيحاول الفابرينجين بياخد البلازمسل وبيعمل بها ايه؟ يعمل كده بيجمعها بيعمل كواجيليشن ليه الفايبرين بقوا كده وبيحمي نفسه مش في حاجة اسمها فاجو مايكروفيج وكده بتيجي عايزة تاكل فهو بيعمل حائط صد بيعمل حائط صد ليه بيحمي نفسه بشغبي البكتيريا بشغبية اهي اعنا مكانها لازم تحمي نفسها لازم اعود في حصن منيع ايه هو الحصن المنيع؟ الكواجيليز انزيم اوكي؟ تمام فانا هقسم الكواجيليز انزيم سوريا قسم الثلاثين نوع دول لنوعين على حسب ايه؟ على حسب presence او absence للانزيم الكواجيليز تمام؟ تمام جدا الوحيدة اللي عندها الكواجيليز مين؟ اللي هي الاستافي روس الشريرة اللي بتخش تعمل ايه؟ اللي بتخش تعمل جون وجوينتي انفكشن تمام كل البقية نجاتب تخيل انا عندي ثلاثين نوع عندي واحدة بس عندها الكواجيليز اللي هي الاستافي روس والاتسام شنو البقية اللي معنديش فيهم كواجيليز دانية مصير طمع جدا المهم جينا قسمنا ثاني الستاف لتلاث انواع ايه هم بقى الثلاث انواع؟ على حسب الاهمية تطبيقية اول حاجة الستافي روس سافي روس دي طبعا اهم واحدة عشان بتخش تعمل بون وجوينتي انفكشن بعدين عندي الستافي ايب درمز لسه برضو كنت ايلاها تبع الانواع واخر حاجة الستاف سابروفتيكس يعني انا كده عندي ثلاث انواع اي روس وايب درمز وسبروفتيكس طبعا يبقى ثاني بسرعة ان انا عندي تلاتين نوع عندي تلاتين نوع بنقسمها على حسب الـ على حسب الانزم والانزم فجليز سواء كان بوضة تبقى منجاتب اها اسفل بوضة المهم انا عندي بقى التلاتين نوع النوع ثلاثين لحسب الكواجلز انسين بنقسمها للستاف بوزنطف كواجلز بوزنطف كواجلز بوزنطف والنسبان ثلاث الانواع نقسمها للثلاث أموال الس Punkte Rose نعود الشريرة الاستفالكوكاسيروس اولا انها عبر عن الجرام باسجر اشهر حاجة بثيئة للإنسان اشهر بصلين يخص ويصاب الإنسان الاستفالكوكاسيروس يوجد الانساء hiploma بطالة اللون كوكاي وقراب لايك كلاستر ننطل وصمستيل الكابسولات هذا الجديد لأنها تبقى حواليها كابسولات لا أقول أي شيء جديد هذه أشهر مواجهة للإنسان والأبرزبائلات الريتراكتة عبارة عن جرام بوزيتف كوكاي في جراب لايك كلاستر ألينجي في جراب لايك كلاستر ننطل وماذا؟ ما هي كابسولات؟ نعم ثم نعمل البرولانسفاكتور ماذا بقى البرولانسفاكتور؟ هذه الأشياء التي تحمل البكترية بها نفسها مثل اسرق مثل كابسول هل ستجد كابسولات جاءت المكروفاج تاكلها لا معلش أنا عندي كابسول أنا عندي حقق صد اللي هو الكابسول ثاني حاجة عندي مثل كوكيجيليز انزيم ما هي كوكيجيليز انزيم يعمل كوكيجيليشن على السافيروس يعني مرزستا للفجوسيتوس يبقى ده ثاني حاجة يبقى الفيريولانسفاكتور بتعمل بها ايه؟ تحمي نفسها اقول حاجة جبت كابسول ثانية حاجة كوكيجيليز انزيم ثانية حاجة تكسن تكسن بقى زي مين تكسن بقى يسيدي الشابة والله العظيم لستة هيا توكسك شوكسندروم تمام؟ ما هي توكسيك شكسندروم توكسين؟ هذا عبارة كده عن مرض يعني مرض بقى وتيجي بقى بدرجة حرارة عالية ودخل بدرجة حرارة عالية وهمدان وتعب وكده اللي هي توكسيك شكسين لايه الا الله توكسيك شكسندروم توكسين ماشي؟ هذا عبارة بقى شبه طفحي الجلدي كده بتجي للأطفال الصغيرة شبه محروق انت مدخيل درجة القطاع بتاع الستاف لا يعمل اول حاجة عندنا نكب سور كواجيليز انزيم كواجيليز ده بيعمل ايه؟ بيعمل كواجيليشن للبلازما والفايبرين ديس بوزيشن على السيرفاس عشان تقويه وتعملها تصد ثالث حاجة اللي هي توكسين زي الانترو توكسين والإكزو توكسين ده بيعمل فود بويسنينج وبيعمل ايه كمان بيعمل توكسيك شك سندروم توكسين وسكالدد سكين سندروم توكسين تمام؟ تمام ان شاء الله بعد كده البصو جنستي في كل حالة قبولك انها عبارة عن سابيراتيب انفكشن هي بتكون بس كواجيليز الاستو مايليتس وبتعمل توكسيجينيك ديزيز في الهيومان مهاتناس سعينين ده بتعمل فود بويسنينج بتعمل الصمم لانهة وبتعمل اللي هي توكسيك سندروم دي صحبة جدا تاكسيك تاكسيك سندروم تاكنه متتسمم تاكنه متتسمم تمام؟ فهي عبارة عن سابيراتيب انفكشن تضع الأستماعات أرسلات يستوكسجينيك ديزيز في ألهمة هدور عليها ازاي اول حاجة ان انا هاخد سامبلز ازاي ان انا هاخد السامبلز دي هاخدها من مكان المتصاب يمكن اخد سواب ما سورات سواب او نوز سواب عارفين في الحاجات المقربة دي ايه المهمة او باس او بس بيوتم او هاخد CSF او بلد دي السامبلز اللي انا ممكن اخدها من اي مكان في الجسم على حسب الـ تاني حاجة ان انا هامل دايركت فيلم ان انا هشوفها بجرام ستينت ايه جرام بوزتي في الستينت عشان كده اللون هازرق و هشوفها ايه كدراز بالجراب لايك كلاسترز ثمام و هدى كده هزراحها على ايه بقى بس يا سيدي اول حاجة ممكن ازراحها على أورديناري ميديا يعني اجيب الهاية ميديا عادية جدا أورديناري ميديا عن درجة حرار 37 و هتتزراحها زي الفل هتشتغل حطها على أورديناري اشتغل هتتحطي على بلاد اجار عارفين البلاد اجار؟ بلاد اجار عادي دم هتعمل ايه بقى؟ هتعمل بيتا هيمولسيز دي بيتا؟ المهم هتعمل بيتا هيمولسيز هتعمل بيتا هيمولسيز هتعمل تكسير كامل للدم بكتيريا شريرة شريرة جدا دي بتخش دي الكواجلس دا الواحده بياخد البلازمة بتاع الانسان عشان يعمله بتاع انت متخيل اللي بتعمله المهم يلك التالية ممكن تت green في نيوتران تأجار والنيوتران تأجار ايه ستدقل مشتاب أобulars العام الاب Im metric الانسان يعني ان فاقلبي مثلا نفس الويه فتوكسر وابتتطلع بالإندو بيجمنت الإندو بتاعها كبالدين ييلو كنتم دع لفقية خامة L في ال جنرال انا بحددقى بعد ذلك بقى نحن عبارة عن فاكلتاتف انيروبي يعني اي فاكلتاتف انيروبي يعني دي خلينا نجيبها من أورا بقدران انيروبي يعني لا ايروب يعني هواء لا هوائية يعني هي بتحب سني اكسودي الكربون فاكلتاتف فاكلتاتف دي ان هي في وجود الاكسوجين برضو بتقدر تتعايش يعني هي لا هواية بس تبتتعيش في وجود الاكسلين تمام؟ دلها الفاقلتاتي في انيروب وممكن نزراحها على نيوترنت اغار طب ايوان لستئله هتطلع لأيه؟ جولدين ييلو بيجمنت طب ولو بلد اغار هتعمل بتا هيموليس عشان كده هي فاقلتاتي يعني ممكن نزراحها على اكتر من الحاجة عشان هي فاقلتاتي في انيروب تمام تمام جدا طب اول حاجة خطي سامبل بعدين عملتها بلستين ممكن نزراحها على درجة حرار 37 او بلد اغار هتعمل بتا هيموليس او نيترنت اغار هتعمل جولدين ييلو اندو بيجمنت اشتو؟ وقلنا انها فاقلتاتي 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 تمام دي هاسدين ليه ليه روحتي ليه؟ دي هاسدين دي هاسدين ييلو بيجمنت بص لونها أصفرية سفر الله بقى بيجاد بصفر الله حاجة غريبة جدا ودي بقى بتا هيموليس اللي هو الهايدروجيميروكسايت هتعمل ايه؟ هتكسره لاتشتوقه زائد اوتو الاوتو دي بقى هيعمل فون من الغاز كده بص ادي الكتاليس بوزتيف ادي الغاز اللي طلع ادي الغاز بوزتي همال فوار كده اللي هو الاكسوجين طلع ودي الكتاليس بوزتيف والفوق الجاليس بوزتيف ان احنا لسا قلقين وانه هي بقى بتعمل البلازما او الفايبرين وبتعمل بقى حيطة عشان تبقى موريزيستانس ضد ايه؟ بص ايه ضد الجامعة كده ازاي؟ ده البوزيف وده النجات شريرة ادي النافسك ودعي اتفضل ادي النافسك ودعي وبقى منبطها راغيبتي لا لا استنى بقى ما نرجع ديش عايز يرجع خلينا نجيبها من هنا على طول انها عبارة موجودة هي الميجول هي من بصوجين متابعة موجودة فيه الفلوروب تعاليسكن والأبرزبيراتري تريكت عبارة عن جرام بوزتيف متجمع فيه نموطيل نونيس بور فورمينج وصم سرين ار كابسولاتي عدي عديها بسرعة الفيريونس انها كابسولة او جلاز انزيم او توكسن البوزيونسس هي بتخش تاني سابيروتيف انفكشن بتخش تبوز كذا حاجة تمام؟ بعد كده فقط ازاي عمل لابراتري دياجنوز اول حاجة ان انا اخد سامبل او جرامستين او كاليشار وهي عبارة عن التقلتاتيف انيرو قد حد اعني انزيم ايضا علي انا اجوار تعمل بتاها انيوتيف تعمل لي الجولن يلو اندو بجمن وقلنا انها اندو بجمند bush الاندو بجمند ودي كده اندو بجمند ومعطى السنة بايتميكا الي اكشن عند انها كتلاز بوزتيف وانه اجيلاس بوزتيف وانه نفهمنا ايه؟ هناك اوكد المراجعة بسنة اول حاجة اخذناها ماي سيطومة هو انفكشن بتاع ماي سيطومة اول حاجة الدفليشن بتاع نواية سيضورة عبر عن كرينيكسا بكتنوية انفكشن بايترماتيك انكيليشن لفنجاي او بكتيريا موجودة في السوية بعد كده بقى الكاركترستيك 4S عندنا ترياد الاول تمفكشن و درينج سينوس او اكسيطرودد جيرانيولز بعد كده بقى عندي اللي هي السويلينج وسابروتيف سابروتيف ديشارج و سالفار جيرانيولز الكوستيطف ارجانيزم الله يكمل من الفنجاي او بكتيريا الفنجاي كان ال robust البكتيريا اكتيريام كما نوكاردية نوكارديا برازيليان اختلاف بقى 3 البكتيريا انا احدث عن طريق اول حاجة انا قلنا انا اخد اول حاجة وبقى البقى بالمائكروسكوبك اللي هي بالنكدة اهد انا بقى العيني بعد كده بالمائكروسكوبك اخر حاجة التريتمنت ثم يقلنا على حسب سواء كان يوميسيطومة هادي أنتي فانجل لو كانت بتاع ده أكثر ميسيطومة هادي إنتي بيوتك مع يوميسيطومة هادي السيرجيكال تريتمين بعد كده الاستيوميليتس الاستيوميليتيس دائما على الانفكشن ليلبون في مودل ترانساميشن يا اما هي ماتوجنس يا اما هي ماتوجنس يا اما من 컨تيجواس انفكشن في الاسكان عقومن فانا نقلتها من مكان لمكان او ثالث حاجة ثالث حاجة كانت ايه ثالث حاجة اما ترومة اللي هي Open Fracture أو Compound Fracture يعني متكسرها كذا حتى بعد كده عندي الكوزاتف يقوم إما Staphib Stript اللي هي الأهم حاجة مين الاستافيروس بعد كده عندي الدياجنوز يقوم إما هي عمل إسبيسمن يقوم إسبيسمن ويقوم إسبيسمن يقوم إسبيسمن ويقوم إسبيسمن ثالثنا الهندول بعد كده بقى إكستري ويستري ويستري ملتي لستريس مالذي حيث يدينا انفكشل الجوينت والكوزاتف أورجانزم بتاعنا ماستها في ماستريبت إما نايساري جنورية نفس الدياغنوز بتاعي الثانية هي إما سبيسمن سأضعها على كل شهو جرام وإما إكس رايو سيتي وإما أرآي بعد كده الاستخدام لكوكاي ونال مورفولوجي عمر عن جرام بوزاتف كوكاي بتبقى موجودة فيه متجمع على شكل عيني ونال موتايل نالسبورفورن بتبقى موجودة أصلا فلسكين والانتصال لها تراكت وبعد كده البريلانت فاكتور عندنا اثنين سي اللي هي كابسول وقوة جلز انزيم وم حاجة توكسن عندنا الانترودوكسن والإكس توكسن بعد كده ما ايها الباصلونيست بتاعي انها سبيلاتي بانفكشن متخشط بأس أي حاجة بعد كده زي ما انا هعمل دياغنوز ان انا هاخد اول حاجة استمبل بعد كده ان انا هحطوها على جرام ستين وثالث حاجة كنا بنعملها ايه الثالث حاجة اللي هي الكالتشر ان ه الوية جليز كنا بنعمل فيها آخر حاجة البيتكالإنessed كتاليز كتاليز كله تمام وتحتص شوية اسئلة لا ندفص للأجابات السلوري برجرسيف سريع وواحش وخطير يبقى دي غلط نوكارديا ما عندهش قلب أسد فاست which of the phanomate can cause mycytoma النوكارديا بالهريسيانس دول من الأكتير مادوريلا ميوسيتوزيس مادوريلا ميوسيتوزيس ممكن أو ديد الثانجاي اللي هي الايوميسيتوما طيب الايوميسيتوزيس مادوري ده أول واحد اللي هو مادي بعد كده بقى عندنا الايوميسيتوزيس هي مش ممكن هي بسبب فانجالكوز اتوقع خلصنا تقريبا لقد وصلنا للنهاية الحمد لله فلو كنت قدمت حاجة قائسة فده من ربنا فده اللي ربنا علينا ولو قصرت في حاجة فده مني ومن الشيخون ولا شاوتين متسلسلة دلوقت عزبا الله عايزين نختلف العشرة الأواخر لو بتسمع الفيديو يعني يعني لو بتسمع الفيديو في العشرة الأواخر ادعي نفسك كتير ادعي اخواتنا في غزدة كتير 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 ادعي الاخواتنا اللي سبقونا ربنا يرحمهم ويغفلهم طبعا متنسنيش متنسنيش من دعوتكو اي حاجة ممكن تكتبها في الكومنتس اي حاجة واقفت معي اكتبها في الكومنتس ما تنسوش برضو ان في بوت للميكرو اي اسئلة محتاجينها اي حاجة متعسلين فيها سواء كان مذكرة بقى او اسئلة او اي حاجة ممكن تبعتوهن بالمناسبة بيبقى موجود تحت الفيديو البوت برضو ممكن تقول لي كلام حلق برضو مش مشكلة يعني في الفيديو يعني والله من ببقى تخلص تروح على قلب المسلم يعني وطبعا ما حافظوش تدعولي مش عارفة اقول لكو دول حد امدى ويه ربنا معيكم حلوين ويه يالله منقدر نقول دلوقتي ايه ده؟ نا اوه مش مش غير سنكيو اه اعتقدت سنكيو مش هليجي فسلام حتى الفيديو مش عزوه